تحول قرار الكويت وقطر بتقليل اعتماد الجامعات الأردنية إلى قضية رأيه عامة فيما شرح وزير التعليم العالي الدكتور وليد لمعاني للجنة التربية النيابية الفرق بين الاعتماد والاعتراف فالاعتماد يعني تحديد جامعات حصرا للدراسة أما الاعتراف فيعني أن تقر دولة بأن الجامعة في دولة أخرى ملائمة ومناسبة معالي الوزير اسمح لي أن أسألك ولا أسألك عن ذنوبك بعيدا عن اعتماد أو اعتراف الدول الأخرى بجامعاتنا هل نعتمدها نحن ونعترف بها؟ إذا كان الجواب نعم فلك ما تشاء إن ذكرت لي رئيس وزراء واحد فقط في العقود الأخيرة درست دكتوراه في جامعة أردنية وليس في السوربون وأخواتها أو هارفرد وما حولها ولماذا؟ نختار للوظائف العليا من جاء بشهادته من جامعة من خارج الوطن ونفضله على من جاء بها من جامعة أردنية مع الاحترام للأصوات التي خرجت تدافع عن التعليم في الأردن على طريقة واللي عادي تعليمنا انخلي عظامة الطقطق دعونا نعترف أن التعليم في بلادنا تراجع جدا وأن أول الأسباب وأهمها أن الدولة نفسها مفتونة بعقدة التعليم الخارجي ولا تعترف بجامعاتها فالأمر أكبر بكثير من تصريح المعاني بأن بعض الأساتذة الموجودين بالجامعات كان يجب أن لا يسمح لهم بالمرور من أمام بواباتها بعد أن يزال مهي جاية على الدكاترة أنا بعرف رئيس حكومة حرام يمر من الدوار الرابع ما دحاج عقيب يعني لازم تجيبوا بكلام لنفسيك يعني لازم جيده